اهلا بيكو في الحلقة الرابعة في الجيم مع زيزو يا مسائل فل عاملين ايه النهاردة هو اخر يوم في الاسبوع فاتعالا اقولكم احنا بسخن عندي ايه في الجيم النهاردة النهاردة هو رابع يوم في الجيم يعني عندي بنش وتروي المفروض انه هو يوم خفيف بس تعالوا نشوف اللي بيحصل فيه فين بس انا نفسي في ايه قبل ما نبدأ نفسي يا بطل انسة الماية بتاعت في كل مكان في الجيم بجد والله زهد يا رب منتظرين بقى انتوا تشوفوا اوزان بقى في يوم الشيست ها ماشي ان شاء الله خمسة كيلو حاضر بصوا صراحة كده انا مش عارف مسكلة الشيست معايا ايه اللي انا بقى لي حبة بشيل الخمسة كيلو والمفروض تبقى خفيفة المرادة بس زه ما انتوا شايفين كده كنت اهافايس وانا شايلو بقى الحقوني يا خربت الاحباط طب يعني ازاي انا ما بتطورش ده حاجة نيلة خالص تب ازود كمان اتنين كيلو ونص يمكن اطلع بعرف يلا جامد ايه ده عرفت اجابها عرفت لا وكمان عرفت اكمل بها خمستاشر عد جامد وفي حاجة بس ما كنتشواخد بالي منها ده الكوتش اسامة وده اللي قدرت اوصل معا للتارجة الاولاني واخس معا عشرة كيلو وكان جاي الفت نظري اللي انا شايل بار اتقل من العادي اساسا وان انا بتطور في الاوزان بس مشواخد بالي ده غير ان بيقولي ان فيها عضلات بدأ اتبان بس تقريبا هو بس اللي شايفها شكلها لاتورة غير بعين مدرب اما بقى بقى التمارين اليوم في الشيست كلها تفتيح تفتيح مايل تفتيح مسطح وتفتيح على مكنة تمرينة غريبة يلا اه فلوس دفعناها ولازم نخلص التمرينة اخلصها يعني نخلصها انا بس عندي مشكلة انا هنا بدأت بعشرة كيلو وكان تمام فقلت خلاص نزود لتنشر كيلو ونص وهنا انا مش فاهم انا بكتب اعمل ايه هل انا خاف الاوزان تتسرق مني اللحظينها وبحنوا عليها يمكن تحنوا عليها ما تفهمش ويلا نتوكل على الله يا حبيبي الحركات دي بنعملها في الخمسين كيلو ما تشلينيش بقى جت 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 معايا الاثنشر ونص المشكلة بقى فين ان التفتيح المستوي كنت هبدأ بسبعة ونص كان هيجي لانفتاء اللي هو ازاي يعني فحولت على طول لخمسة كيلو انا عارف من التفتيح المستوي والمايل بيستهدفوا اجزاء مختلفة في الشست بس مش معقول ان دا يكون فرق الكوة ما بينهم من اتنشر ونص الخمسة ازاي يعني ايه الجسم ده انا مش فاهم عضلاتي بصراحة عضلات غريبة يقولك بقى في تمارين تفتيحة الفراشة افروض تضم صدرك على بعض ايه ايه اه ماشي يجري على عيب والله يعني ما تراحوش حورنا شوية تنشايل تلاتين باولد وحس لانا بطل فيها ربنا يسامحكو انا هروح للتراي احسن وعموما انا بحب تمارين التراي سيبس والبي سيبس بالذات ما يشتغلوا ويعملوا بامب كده في الدراع بتحسوا في حتة تانية وعموما هنا بقدر ابتدي بالعشرة كيلو وممكن اوصل للاربعتاشر كمان اما لو جربت تمنتاشر ممكن تاخد كتفي وترجع الورا مش فاهم راحة فين اتي مسافرة يا اما اما التمارين اللي بحس فيها بامان على مفاصلي فعادي بشيل فيها لغاية تلاتين كيلو لان انا دايما في الجيم خايف من الاصابة فربنا يسطر يعني اما هنا فالحمد الله على نعمة الاربعة ونص ده بتخلينا حس بنار في التراي مش فاهم في ايه انت بتنفخ عجل يا حبيبي ولا بتعمل بوشك كده ليه عيل غريب ويلا نروح وانا ناسي حاجة انا بكتب عايز لها ناسي حاجة ايه لانا ناسيه مش مهم تعالوا نشوف احنا حققنا ايه النهاردة حرقنا ربعمية واحد وستين كالوري في السترينس ويه خمسمية خمسة وسبعين في التوتل مرة جاية بقى هتكون لحظة الحقيقة ان شاء الله وهنشوف احنا بنقرب للهدف ولا لا هنعمل انبادي ونشوف احنا بنقرب للهدف ولا لا بس كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده كان معكم محمد احمد او زيزو سلام